كان تبلغ مساحة الجنة طلب جبريل الإذن من الله بأن يقوم بقياس عرض الجنة فأعطاه الله الإذن بذلك فانطلق بالطيران في الجنة وجبريل قد أعطاه الله قدرة هائلة فهو يقطع المسافة التي بين السماء السابعة وبين الأرض في طرفة عين علما بأن المسافة بين السماء الأولى وبين الأرض خمسمائة عام وبين السماء الأولى والثانية خمسمائة عام فجبريل يقطع تلك المسافة بطرفة عين وانطلق جبريل عليه السلام ليقيس عرض الجنة فطار مدة ثلاثمائة ألف عام ثم توقف وطلب من الله أن يمده بالعون ليطير ثلاثمائة ألف عام أخرى فأمده الله سبحانه وتعال فانطلق جبريل ولما قطع ثلاثمائة ألف عام توقف وطلب من الله أن يمده بثلاثمائة ألف عام أخرى وهكذا حتى قطع جبريل تسعمائة الف عام يطير في الجنة ثم توقف فرأ قصرا في الجنة قد اطلت منه احدى الحوريات فقالت له يا جبريل ماذا تفعل قال اريد ان اقيس عرض الجنة قالت يا جبريل لا تتعب نفسك فانت الان منذ انطلاقتك الاولى تطير في حدود مملكتي قال ومن انتي قالت انا زوجة لمؤمن واحد يا الله اي ان المسافة التي قطعها جبريل عليه السلام هي جنة شخص واحد من المؤمنين ولكل مؤمن مثلها